أنا ما فهمتش العصبية من الجانبين في مباراة اليوم أنا ساعات بتفاهم أنه اللاعبين بيتعصبوا في المباراة ونادنا لما حد بيقولك المتين دول يعني ده ما بنقولك كلام اللي هو إيه لها لها اللعبة لازم ما تتعصبشوا لازم ولازم ولازم لا هم نلعب رياضة وكرة وفيها منافسة وفيها حماس وفيها ضغوط فطبيعي فطبيعي بعض اللاعبين يخرجوا عن شعرهم في بعض الأوقات ده بيحصل فين؟ بيحصل في العالم كله بيحصل في العالم كله وأعظم اللاعبين وأهدى اللاعبين بيطلعوا عن شعرهم تمام؟ وبالمناسبة لما يطلعوا عن شعرهم ويعملوا التصرف خاطئ نلقوم ونقول التصرف ده خاطئ بس نتفهمه نرفضه بس نتفهمه مع الضغوط ومع منافسات وكلام ده كله أنا النهاردة أتفهم إيه؟ يعني أنا أتفهم العصبية اللي حصلت في مباراة النهاردة إزاي؟ أتفهمها إزاي؟ يعني أدي لأي حد عزري النهاردة ليه؟ مفيش فكل من أخطأ أو تعصب في مباراة اليوم عمل حاجة مش طبيعية ومش منطقية ده واحد